ده واحد من المشاهد المبهجة والعظيمة واللي بيعتبر نتاج توحيد الجهود والتكامل بين جمعية الأرمان ومؤسسة حياة كريمة تحت مظلة التحالف الوطني مشهد مش مقتصر على محافظة واحدة بس لكنه بيجب كل المحافظات عشان تكون خدمة أهلين الأولى بالرعاية في المقام الأول وفي محافظة الفيوم تم توزيع كميات ضخمة من السلع الغذائية واللحوم على أكتر من 6000 مستفيد بالإضافة لمشروعات التمكين الاقتصادي للأسر الأشد احتياجا طلبت من القائمين على العمل النهاردة من خلال جمعية الأرمان ومؤسسة حياة كريمة أن يبقى في معارض سلع مخفضة في كافة أرجاء المحافظة خلال الأيام القادمة إن شاء الله هنتفق معاهم على آلية تنفيذ الطلب ده وإن شاء الله هنقدر نوفر سلع بأسعار مخفضة جدا لأهلين من خلال المجتمع المدني ومن خلال أجهزة المحافظة ومثالها في مدوليت التموين والغرف التجارية بروتوكول تعاون بين جمعية الأرمان ومؤسسة حياة كريمة 2000 مشروع تمكين اقتصادي نحن نفذنا بالفعل 400 مشروع تمكين اقتصادي النهاردة 190 مشروع جديد بينضم لنا الإجمال يوصل ل590 مشروع تمكين اقتصادي نستاذف أكثر من محافظة في إطار هذا البرتوكول تم توقيعه تحت مزارة التحالف الوطني لأمل أهل التنموي وهي شراكة قوية بين مؤسسين كبار زي جمعية الأرمان ومؤسسة حياة كريمة احتمينهم ألاف المؤسسات والجمعات القاعدية في جمهورة بص عربية بالكامل وخلال الاحتفالية تم توزيع 3000 كرتونة مواد غزائية ده بالإضافة لتوزيع 6000 كيلو لحوم وكمان تم عرض نمازج نجحة ل190 مستفيد من مشاريع التمكين الاقتصادي ما بين أكشاك مشروعات صغيرة لمساعدة الأهالي الأولى بالرعاية في الخروج من دائرة الاحتياج لدائرة الإنتاج والاكتفاء التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني بيعد نموذج يحتزى به للوصول للأسر المستحقة بأفضل حزمة من الخدمات عشان ترفع العبء عنهم ونوصل بيهم لحياة كريمة طبقا لخطة الدولة في التنمية المستدامة